كنت غاون كنت ناوي تشوفوا تسمع عن الحكاية وقربوا جربوا لو حكاية من حكاية ممنونة ما يحلق كلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام دونتم سليمين وخير وحشتوني 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 أنا يا جماعة النهاردة جايبا لكم فيديو عن سيرة النبي عن السيرة النبوية بنكمل الحلقات وقلنا قبل كده لما سيدنا محمد راح لورق ابن نوفر وإن اللي حكالوا عنه لما حكالوا إن انتهى اللي هتبقى النبي المنتظر وقام بس على دماغ ونكملوا بقية الحلقات بعد فضلوا معي يبتدوا زي ما قلن سيدنا محمد والسيدة خديجة بعد لما رجعوا من عند ورق ابن نوفر للطمون وعرفوا إن النبي اللي ربنا اختره هو سيدنا محمد فالسيدة خديجة أمنت بسيدنا محمد كانت أول من أمنت بي يعني قالت أنا هسمح كلام سيدنا محمد في كل حاجة هيقول لي عليها عشان هو النبي اللي هيعلمني كلام ربنا يبقى مين أول واحد أمنت بسيدنا محمد وسمعت كلامه السيدة خديجة رجل لها عنها الجزئية جنا مكنتش هقولها سيدنا محمد اتطمن ورجع الغار تاني ماشي رجع الغار تاني فوق فوق الجباء وقاعد هناك بيعبد ربنا برضو يدعي ربنا ومرت الأيام في غار حراء وسيدنا محمد مستني جبريل عليه السلام يرجح تاني بس جبريل عليه السلام مجاقش وسيدنا محمد فضل برضو يعبد ربنا ويدعيه ولما خلص نزل من الجبل عشان يرجع بيته وبعدين لما وصل لآخر الجبل تحته وماشى سمح صوت بيناتي عليه بس حواليه ملقاش حد وليه ملقاش حد فبص في السم ماشي بص في السم فشاف الملق جبريل عليه السلام اللي جاله في الغار فخاف قوي برضو لانه لسه مش متعود ان يشوف وارجع بيته بسرعة اول لما رجع البيت كان خايف وبيترعش برضو والسيدة خديجة غططه بسرعة بس المراتي سيدنا محمد سمح صوت جبريل عليه السلام هو بيقول كلام ربنا القرآن سمعه بيقول يا ايها المدثر كن في انزل المدثر يعني اللي بيتغطى انت يا محمد قوم المدثر دوت يعني قصده على سيدنا محمد انت بتتغطى عشان خايف ما تخافش وقوم علم الناس يعبدوا ربنا عشان يدخلوا الجن وقولهم اللي بيعبدوا الاصنام ربنا مش هيحبه وهيبقى مكانه فناء سيدنا محمد اطمن وبقى مش خايف وعرف انه هو النبي اللي ربنا اختار وان جبريل هو الملاك اللي هيقوله كلام ربنا عشان سيدنا محمد يعلم الناس كلها سيدنا محمد بدأ يقول للناس بس في السر يقولهم إنه النابي وإنهم لازم يعبدوا ربنا بس وإنهم لازم يعبدوا ربنا بس وإنهم يعبدوا ويعملوا الخير وتبقى أخلاقهم طيب كان بيقول كده للناس في السر عشان الكفار الأشراء لو عرفوا يؤذوا وهيديقوا وهيديقوا المؤمنين الطيبين أول راجل آمن بسيدنا محمد يعني سمح كلامه وسدقه كان سيدنا أبو بكر السجي ده كان صاحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما تصلوا عليه كان صاحبه جدا وأبو بكر عارف من زمان أن سيدنا محمد صادق أمين وعمره ما قال غير الصد فأمن به على طول وأول ولد صغير أمن بسيدنا محمد كان اسمه سيدنا علي هنحكي لكم عليه بعد كده قد إيه كان بطل كان قوي لما قبر كان عنده عشر سنين لما أمن بسيدنا محمد وبقى ولد مؤمن طيب بيسمح كلام سيدنا محمد وكل يوم يعجي ناس كمان تعرف عن سيدنا محمد وبقوا مؤمنين طيبين بس في السر وكانوا لما يبقوا عاوزين يصلوا يستخبوا وراء الجبل عشان الكفار الأشرار ما يشوفهمش الصلاة حبابي كانت مرتين بس أيام زمان قبل الظهر لما نزلت على رسول كانت الصلاة ركعتين وقت الظهر والعيش قبل الإسراء والمعراء كانوا بيجتمعوا في السر بيت اسمه دار ابن الأركم يعودوا المؤمنين الطيبين مع بعض ومعهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكرآن كلام ربنا ويعرفهم أن ربنا خلقهم وخلق كل حاجة في الدنيا وأنهم يعبدون ربنا بس لأن ربنا هو اللي بيعمل الخير وبيقدر يعمل لنا كل حاجة ويعلمهم الأخلاق الطيبة فضل سيدنا محمد ثلاث سنين ثلاث سنين لقول للناس في السر ويعلمهم في السر لغاية ما جبرير عليه السلام قالوا لازم تعرف كل اللاز وتعلن الكل كل الناس لازم تعرف بس يترك كفار الأشرار لما يعرفوا هيحصل إيه هنكمل في الحلقة الجاية واشوفوا الشيكو في خير في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استنوني في حلقات جديدة من السيرة النبوية أو عيفتكم أي حلقة مع السلام شكرا